بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضرتكم أستاذ ياسر محمد منجيب من مدرسة الشيفية الخاصة لغات. في الفيديو ده نتناول أحد المصادر المقترحة وهو الأطلس المدرسي المعدل. شرحنا قبل كده ازاي تدخل لباوربة التعليم الالكتروني e-learningone.moe.gov.eg. عرفنا بأنك تقدر انك تحمل الكتب المدرسية بتاعتك عن طريق اختيار مرحلة وبعد كده تختار الفصل الدراسي والصف بتاعك وتختار الكتب الالكترونية. طيب. هنبدأ اننا نستخدم بوابط التعليم الالكتروني في نقطة جديدة. وهي الأطلس المدرسي. الأطلس المدرسي من اهم الحاجات اللي انت ممكن تستخدمها كمصادر في البحث بتاعك. هتدخل على رابط الأطلس المدرسي. بعد كده هتبدأ انك تختار من القيمة ايه الخرايط اللي انت عايز تشوفها في الأطلس. على سبيل المثال لو انت عايز اه لو انت عامل البحث بتاعك عن العالم العربي وثروات العالم العربي تقدر بانك تشوف الخرايط بتاعت العالم العربي وخرايط الوطن العربي وبعد كده تبدأ تشوف الخرايط اللي ممكن تعكس ثروات الوطن العربي. فتستخدمها كمصدر او كصورة داخل البحث بتاعك. طيب. لو انت بحثك عن البيئة او الازدحام السكاني او الزيادة السكانية. تقدر بانك تدخل على الاطلس مصر والعالم فتلاقي مجموعة من الخرايط اللي انت ممكن تقدر تستفيد منها على سبيل المثال لو انت بتدرس اه على سبيل المثال لو انت البحث بتاعك عن الزيادة السكانية والامن الغذائي تقدر بقى انك تستفيد من الخريطة بتاعة الكسافة السكانية في مصر واللي هي بتعرض الكسافة السكانية لكل جزء في مصر. على سبيل المثال هنحمل الخريطة ديت. علشان اواريها لحضراتكم. هتلاحظ بان الخريطة بتعدد الكسافات السكانية الموجودة في مصر وبتلونها وفقا لما هو مبين في مفتاح الخريطة. طبعا الخريطة ديت معمولة في سنة كذا. الكسافات الاعلى باللون الغامق. الكسافات الاقل في السكان باللون الفاتح. فتبدأ انك تلاحظ توزيع السكان على الخريطة ديت. ده مصدر من المصادر اللي انت ممكن تعتمد عليه داخل البحث بتاعك. ازاي هتوزف المصدر ده? ده ابداعك الشخصي وده الادائك الشخصي اللي انت هتعمله. طيب لو انت البحث بتاعك عن البيئة. في عندك مجموعة من الحاجات او الخريط اللي انت ممكن تستفيد بها كمصدر من المصادر. على سبيل المثال. المحميات الطبيعية. كخطوة من الخطوات اللي معمولة علشان تنهض بالبيئة وتحافظ على البيئة. على سبيل المثال انت ممكن تستخدم الاقاليم المناخية في مصر. لو انت هتتكلم عن اثر المناخ اه على البيئة او العلاقة ما بين البيئة والمناخ. ممكن تتكلم عن النشاط الزراعي. واصره في مصر. ممكن تتكلم عن بعض المحاصيل الزراعية في بعض الابحاث مطلوب منهم انهم فين المحاصيل الزراعية ديت. ممكن تتكلم عن الثروات المعدنية لو انت بحسك عن المصادر بتاعة الثروات المعدنية في الوطن العربي. فممكن تتكلم عنها في مصر. لو انت طالف المرحلة الابتدائية في عندك المعالم السياحية اللي موجودة عندك في مصر. فموجودة كل دية خرايط تقدر تفيدكم بشكل مباشر. للاسف كتير من طلابنا ما بيعرفش عن الاطلس المدرسي حاجة. مهمت هنا بقى اننا نعرف حضراتكم على الاطلس المدرسي وبقى انكم تستفيدوا منه افضل استفادة. ده مصدر مقترح غير ملزم لحضراتكم انكم تستخدموا او لا. ولكن في النهاية ده بيبقى مجرد اقتراح مننا على حضراتكم نأمل بقى انكم تستفيدوا منه.